في هذه السلسلة على الرد في الرد على الصفحة الصوفية والصفحة دي طبعاً يجمع فيها جميع أهل الطرق الصوفية والغرض من الصفحة دي إنهم ينشر الشرك عبر وسائل التواصل الانترنت وكذا طيب أنا كنت ردد على المبتدع الضالة الجفري الصوفي الشيعي والجفري بيقول إن المولد سنة مؤكدة وطبعاً تظهر كذاب محتال لأن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا حصل إن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل جاب نوبه ورقص ولا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم ولا الأئمة ولا السلف الصالح ولا أحد منهم أبداً فعل فعال الصوفية هذه من الاحتفالات بالموالد والبدع والشركيات فالطرق الصوفية اجتمعت كلها وحاولت ترد على المقاطع بتأتي في الرد على الجفري فقالوا يأصل إنه المولد قال بجوز قال فأول حاجة جفري قال ما هو المولد قال عبارة عن فرح بالله والرسولي كذاب ده ما تعرف الاحتفال بالمولد احتفال بالمولد النبوي هو مشابه لليهود والنصارى واصلا حدثوا الفاطمين ودي دولة رافضية دولة شيعية هي ابتدعت الاحتفال بالمولد وطبعا الشيعة والتصوف يعني وشال لعملة واحدة كما يقال فالمولد قال هو عبارة عن فرح بالله والرسولي ده جفري المحتال أول حاجة نسأل الجفري التعريف ده ييبت من وين إنه المولد عبارة عن فرح قال بالله والرسولي يبت من وين دليله شنو ده أول حاجة كmental فيها الجفري كذب هذا الكلام ثاني حاجة الفرح بالله والرسولي لا يكون إلا بما وافق الكتاب والسنة وبالطبع المولد لم يأتي بالكتاب والسنة فهو ليس فرحاً بالله ولا رسوله بل وبدعه والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد فزول المنتخبين الصوفية يرد قال الكلام ده واضح قال كلام الجفري يعني واضح ما ندت أنا بحملك ليه كله قال ابن عباس قال في الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قال ابن عباس قال فضل الله القرآن ورحمته ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق يعني شون يعني وده علاقة والمولد شنو علاقة الآية دي بالمولد شنو أنا ده رفهم ابن عباس الفسر الآية دي هل فيهم منا إنه في مولد وماشه عمل له خيمة وجاب نوبات ورقصوا الصحابة أبو غريرة وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وكذا وكذا كذاب يا صوفي يا محتل فما في كلام زي ده فالآية ما عنده علاقة بالمولد ولا قالت المولد ولا ابن عباس قال المولد وهذا قال ابن عباس القرآن يتزادك ما فيه مولد قال الاهتفال بالمولد اهتفال بهذه الرحمة كذاب لأنه لا يمكن خير ما يدلنا عليه والرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك لما جاء اليهودي فيما يروى إلى الصحابة فقال لهم علمكم رسول الله كل شيء حتى الخراتة فسلمان الفارس قال له نعم علمنا ألا نستنجي برجع دابة أو عظم وألا نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غايط إلى آخره فأي شيء خير يقربنا لله النبي عليه الصلاة والسلام مران له وأي شر يبعدنا من الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه فوينا المولد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال ده الدليل قال ولا نحتاج إلى أن يقول الله عز وجل احتفل بالمولد كآية يذكرها بالنص لا بالنص لا تصريحا ولا تلميحا ما في أبدا في السنة ولا في الدين إنه سنة لما حد ساي إنه في احتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام مولد رجيس ونوبه ونقاره ما في كلام هذا كلام فارق والصوفي ده بليد كل مرة بكرر الكلام مش أكيد أنا يعني صفحت عن كتير من الكلام لأنه بكرر نفس المعلومة قال إنه الأمة لو تركت تمييز يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام تكون تاركة لسنة قال قال لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في الصح مسلم حديث رغم كذا قال قال إنه صام يوم الاثنين والخميس سألوا عن الصيام فقال يوم الاثنين ذاك يوم ولدته فيه طيب وينه ده المولدين وين الاحتفال بالمولد والرقيص الرسول صام الاثنين سألوا عن صيامه قال أنا ولدوني يوم الاثنين طيب عمل شنو صام أكرر تاني لأنه الصوفي بليد ما يفهم عمل شنو صام طيب الليلة الصوفية بيصوموا كله اثنين عمرهم كله كله خميس طيب لو كانوا الصبيع يصموا الاثنين والخميس من ما يقوم الصوفي ويبلغ لحد ما يموت ما كنا قلنا لو الدفي حد ذاته الصيام ده بدعة لأنه ده الرسول فعله لكن الصوفي بيرقص يوم اثنين واحدة في السنة مش كله اثنين أو كله خميس يختار له اثنين واحدة في سنة كاملة يرقص فيها وما يصم ويأكل فيها ويختلط بالنساء وما يصم ويقول لك الرسول صام طيب الرسول صام لكن انت رقصت وانت احتفلت وانت عملت خيام ونقارة واختلاط بالنساوين فتا ما عنده علاقة باحتفالك يا صوفي عرفت كلامي صوم كله اثنين وكله خميس نحن ما بنسألك فلا لا خلافنا معك ما في الصيام الاثنين والخميس العمر كله زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل خلافنا معك انه انك انت خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي بتقول لدي الرسول صامي والاثنين وانت بترقص يوم واحد في السنة يوم اتنين واحدة ترقص وما بتصوم فده ما عنده علاقة ابا الدن بشي اللي انت بتفعله وقال ما يحدث الموالد ده شي خير قال اول حاجة لما يحدث الموالد شرك بالله سبحانه وتعالى ده اول حاجة شرك وكفر لانه الموالد دي فيها اناشيد بيقروها ده ده النور البراق في متحنب المصداق للختمية مسلا كميسال واحد ده ده من المداحي البقروها في المولد في الصفحة مية اربع وعشرين مية خمسة وعشرين نشوف بيقرو بيقول شنون نازل هل ده عنده الكلام هل ده عنده علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام ده شرك بالله يا زول كفر عديل صفحة مية اربع وعشرين قال فالعرش والفرش والاكوان اجمعها الكل في صعة مستهلك بالي قال انا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بتردادي وترحالي انا الصراط القويم المعط مني كلا الوجهين حقهما من غير اخلالي واني المثل الاعلى المقدس عن شبه وشكل وانظار وامثالي ده محمد عثمان المرغني او الواحد المرغني ده بتكلم عن نفسه عن نفسه الكتاب اصلا لمحمد عثمان المرغني فبتكلم عن نفسه قال انا المثل الاعلى المقدس عن شبه وده ربنا طبعا ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المرغني بقول ده انا واني المثل الاعلى المقدس عن شبه وشكل وانظار وامثالي وربنا قال فلا تضرب لله الامثال المرغني بقول ده انا والمنزع عن شبه وما يضرب لي امثال يعني هو يضع نفسه مكان الاله سبحانه وتعالى وده كفر بالله يا صوفي وده بتقرف المولد تقول لي تقول لي المولد فيه حاجات كويسة يعني قال فكنت احمده المحمود في ازل كذا محمده بدر الهدى التالي لذاك عاش جميع الكون في كنفي كل الكون عاش قال في كنف فطول طولي واهل الفضل اطفالي قال فاستفتحوا باب الله يقبلكم ويصطفيكم بتقريب وإيصالي واستمطروا بي باب الفيض يغمركم بوابل الكرم القدسي في الحالي قال فمن تمسك بي او حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكالي انا الجليس على العرش المحيطي كما احط بالغيب تفصيلا واجمالي وده الحاد يا جماعة وكفر ما وقع فيه حتى المشركون الاول لا نزل يدعي يقول انا الجليس على العرش المحيطي كما احط بالغيب تفصيلا واجمالي اول حاجة ربنا قال الرحمن على العرش استوى ما المرغني نمر اتنين احط بالغيب تفصيلا واجمالي الغيب ده ما يعلموا الا الله ربنا قال قل لا يعلموا من في السماوات والارض الغيبة الا الله وما يشعرون ايان وبعثون فالكلام اللي بقر في المولد ده وده لموزج واحد ليه ده شرك بالله والحاد وكفر من هؤلاء الصوفية طيب قال من افتى بجواز المولد قال مجموعة من العلماء وكل الناس القرام ديل حتى الفيهم علماء فيهم علماء فيهم ناس طرنقع ساكن زي الشعراوي شعراوي ده صوفي يعبد القبور ده ما عالم ده صوفي يكون عالم كيف. اما ما ذكر عن الصيوطي وغيره من العلماء الكلام ده رد على صوفي ذاته. قال بس انا اقرأ كلامه بس بس كلامه علق لو انقلوا عنهم. بغض النظر انه فتروا زادوا. بس كلامه كما نقلوا فيه رد عليه. قال قال الصيوطي قال يعني خلاصة الكلام قال اجتمل على محاسن وضدها. فاذا عملت المحاسن واجتنفت ضد كانت بدعة حسنة. اول حاجة الان المولد ده فيهم محاسن. وابتنبوا ضد المحاسن. يعني ما فيه حاجات كعبة. وعملوا الحاجات السمحة. المولد الان احنا بنتناظر فيه معصوبية ده. ده ده كله باطي. انا قلت لك الان كفر بالله هنا. ده كيف يكون الصيوطي جوزوا اصلا وقال ده بدعة حسنة مثلا. خلاس? اضافة الى البدع الفيو. اضافة الاختلاط البنات والنساء. والهرج والمرج والعهر والفساد. وانتهاك الاعراض اللي بيحصل بين كثير من الشباب والشابات. وبيع المخدرات والرقص بين الرجال والنساء. فده ده خلاف كلام. الكلام النقل الصوفي عن الصيوطي. بعدين كلمة بدعة حسنة في الدين ما في بدعة حسنة. حتى لو قال فيه بعض العلماء. لان النبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك. نواصل اصوفي قال. زكر قال عن بعض الاشيوخ. بعضهم علماء وبعضهم شفاتة. كلام العلماء الزكر عن المولد او بعض العلماء اللي بيقولوا في بدعة حسنة والمولد بدعة حسنة. الكلام النقل الصوفي ده ذات نفس كلامه. ده اللي اشترطوا انه يكون فيه يكون عبارة عن قراءة غرآن وقراءة السيرة وما يكون فيه بدعة ولا شركيات ولا محرمات. يعني حتى بكلام العلماء الجوازولو المولد بالصورة دي المولد عصوفي اللي اللي الموجود في كل انحاء العالم حرام. يعني باجماع العلماء الزكرهم والمازكرهم. المولد تعصو فيه حرام. لانه الصوفية ما من ضبطوا بالضواب الدين. امر اتنين. حتى لو انضبطوا بالضواب الدين. قالوا غرآن وعمل وغيره. العلماء اللي زكرهم ديه قالوا دي بدعة حسنة. وده بردع له والنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد كلام الرسول تاني ما فيه كلام صلى الله عليه وسلم. ما فيه بدعة حسنة في الدين. لما جاء في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. حديث جابر. وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن نبي داود وغيره. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. قال. وإياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. وكل من اقوى الفاظ العموم. كما زكر العلماء. فكل بدعة ضلالة معناته ما في بدعة غير ضلالة. يعني ما في بدعة حسنة. ده بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء ردوا على مسالة البدعة الحسنة. دي كثير من العلماء. بيّنوا الدين ما في بدعة حسنة. ومنهم الإمام مالك. كما نقل ابن حزم في كتاب المحلى. قال من زعم ان في الاسلام بدعة حسنة. فكأنما زعم ان محمدا خان الرسالة. قال لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم. واتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دينا. قال الامام مالك رحمه الله. فما لم يكن يومئذ دينا. فلن يكون اليوم دينا. فاي زول يعني يعني يقول ان في الاسلام بدعة حسنة فقد رد عليه الامام مالك. وغيره من العلماء الذين لا حصر لهم ولا عدد. بعد ذا قال متولي الشعراوي جوز المولد. قال. متولي الشعراوي دا. زول مستهبل. زول صوفي قبوري. يدعو الى عبادة القبور من دون الله عز وجل. وإلى الاشراك بالله سبحانه وتعالى. ومبتدع لا يسمع له كلام. بعد ذا قال ابن تيمية زاته قال. جوز المولد في اقتضاء الصراط المستقيم. ونقال له كلام لابن تيمية. كذاب ابن تيمية ما جوز المولد. تتحدىك يا صوفي. وتحدى اي طريقة صوفية. ده كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وده التعليق عليه للشيخ العسيمين. ده كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية والتعليق عليه للشيخ العسيمين. طيب. الصوفي نقل كلام لابن تيمية وحرفه. قال ده ما بيان انه ابن تيمية زاته. بيجوز الاحتفال بالمولد. كذاب. في الصفرة واربعمائة وسبعة. يقول ابن تيمية وكذلك ما يحدثه بعض الناس. شوف يحدثه. لانه امر محدث بدعة يعني. لانه نبي عليه الصلاة والسلام قال فان كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. قال ابن تيمية وكذلك ما يحدثه بعض الناس. اما مضاهات للنصارى في ميلاد عيسى. واما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاتهاد. لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. يعني اول حاجة ابن تيمية يبين الكلام. انه ما قصد انه ربنا يسيب على المولد تحديدا. حتى اذا في موضع الاول كان كلامه فيه مشتبه. هنا الان يبين ليك الحاصل. والعلماء كما قال الشيخ الفوزان. اذا وجدت كلامين لعالم واحد يوافق الدليل والتاني يخالف الدليل تاخد بالكلام البوافق الدليل. احسانا للظن بالعالم. ربما يكون يعني تبين له الحق بعد ذلك او او الى غيرها من العزار. فهينا ابن تيمية قال والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد. مش المولد. ليه? قال لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. يعني ده من البدع قال لك. صيبهم على حب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما على البدع زي زي المولد. ده قال لك الله ما يسيبهم عليه. طيب مع اختلاف الناس في مولده. يعني بيتين ولد يعني. مش حكم المولد ذات. فان هذا لم يفعله السلف. اهاشوف من تيمية بيل لكن ده. ما فعله السلف يعني بدعة. لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له. وعدم المانع منه. ولو كان هذا خيرا. خيرا. محضا. او راجحا. لكان السلف رضي الله عنهم احق به منا. فانهم كانوا اشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيما له منا. وهم على الخير احرص. وانما كمال محبتي وتعظيمه في متابعة وطاعة واتباع امر وحياء سنتي باطنا وظاهرا. ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فان هذه طريقة السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. واكثر هؤلاء الذين تجدونهم حراساء على امثال هذه البدعة. المولد يعني. البدعة قال. يعني بدعة عند ابن تيمي يا صوفي. يا محتل. طيب. قال ومع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد. الذي يرجى لهم به المثوبة. تجدونهم فاترين في امر الرسول صلى الله عليه وسلم عما امروا بالنشاط فيه. وانما هم بمنزلة من يحلى المصحف ولا يقرأ فيه او يقرأ فيه ولا يتبعه الى اخر ما قال. طيب ده ابن تيمية. ندي كلام المالكية يا صوفي يا بليد. ده كلام ابن الحاج. ده كتاب المدخل ابن الحاج. من اعظم كتب وكتب المالكية. وابن الحاج من اعظم ائمة المذهب المالكي. شو النازل يتكلموا عن المولد كيف. والصوفي يقول لك انا مالك. ما فيو صوفي مالك. صوفي دازول داعية. بزاد دعاة صوفيها. دعاة الى الشرك والالحاد والبدع. ما عندهم اي علاقة بمذهب الامام مالك ولا الشافعي ولا الامام احمد بن حنبل ولا ابو حنيفة. كذبين ودجالين ساكن. طيب ده كتاب المدخل ابن الحاج يتكلم عن المولد. كلام عجيب جدا جدا جدا. قال بسم الله الرحمن الرحيم. ده في الجزء الثاني. على صبح ثلاثة. قال فصل في المولد. قال ومن جملة ما احدثوه من البدع. شوف من شونه جمعه. البدع. مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادات. واظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر الربيع الاول من المولد. وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة. فمن ذلك استعمالهم المغاني. ومعهم آلات الطرب من الطار المصرصر. والشبابة. وغير ذلك مما جعلوه آلة للسماع. ومضوا في ذلك على العوائد الذميمة. في كونهم يستغلون في اكثر الازمنة. التي فضلها الله تعالى. وعظمها ببدع ومحرمات. ولا شك ان السماع في غير هذه الليلة فيه ما فيه. فكيف به اذا انضم الى فضيلة هذا الشهر العظيم. الذي فضله الله تعالى. وفضلنا فيه بهذا النبي الكريم على ربه عز وجل. وقد نقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ان الاجماع منعقد على ان آلات الطرب. اذا اجتمعت فهي محرمة. الى اخر ما قال في هذه الصفحة. بعد ذاك مشاق الدام. تكلمتان مرة اخرى رجع على المولد. شفت كيف? قال فوصف الله تعالى من سمع كلامه بما ذكر. وبعض هؤلاء يستعملون الضد من ذلك. فاذا سمعوا كلام ربه عز وجل. قاموا بعده الى الرقص والفرح والسرور والطرب. بما لا ينبغي. ده كله قال البيعمل في المولد. فانا لله وانا اليه راجعون على عدم الاستحياء من عمل الذنوب. يعملون اعمال الشياطين. ويطلبون الاجر من رب العالمين. مشا برضو تكلم لسه عن المولد. قال فانظر. فصل. ثم انظر رحيما الله وياك. الى مخالفة السنة ما اشنعها. الا ترى انهم لما ابتدعوا فعل المولد على ما تقدم تشوفت نفوس النساء لفعل ذلك. وقد تقدم ما في مولد الرجال من البدع والمخالفة للسلف الماضيين. رضي الله عنهم اجمعين. فكيف اذا فعله النساء لا جرم انهن لما فعلنه ظهرت فيه عورات جملة. ومفاسد عديدة. فمنها ما تقدم من مولد الرجال من انه يكون بعض النساء ينظر الى الرجال فيقع ما يقع من التشويش بين الرجل واهله بسبب ذلك كما تقدم. وفي المولد الذي يفعله النساء ما هو اعظم واتها لان بعض الرجال يتطلوا عليهن من بعض الطاقات. ومن السطوح. يعني قال مولدهم كان مبصولا النسوان براهم والرجال براهم. قال قال بعض الرجال بيجعانوا بالقدة. والنسوان برضو مولدهم يحصل عكس. قد الليلة ما في قدة دير كلهم مع بعض. جو الخيمة بتاعت الصوبية رجال ونسوان يرقص مع بعض. والنسان يرقصا والرجال يتفرجوا. وكذلك الساعة بتاعت المولد كلها بايضة مرة واحدة. فده كل جماعة باطل. قال فانظر رحيما الله وإياك إلى مخالفة السنة ما أشنعها وما أقبحها وكيف تجر إلى المحرمات. وذكر بعد ذاك الأباطيل كل الموجودة في الموالد. وده زمن ابن الحاج. هسه زمن ذا كيف? هسه زمن ذا كيف? فما في مولد يا صوفي تدر ترقص وده تجعله لك موسم للحلاوة وموسم للقروش والبدعة تنشربه والشرب. نديك تاني واحد مالكي برضو من أئمة أعظم أئمة المالكية. وده رسائل في حكم المولد. الاحتفال بالمولد جمع فيها كتب ورسائل عديدة. أول رسالة في هذا المجلد رسالة المورد في عمل المولد للإمام الفاكهاني. المالك. أحد أعظم أئمة مساب الإمام مالك. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أما بعد فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمل بعض الناس في شهر الربيع الأول. ويسمونه المولد. هل له أصل في الشر أو هو بدعة وحدث في الدين. وقصدوا الجواب عن ذلك مبينة والإضاحة عنه معينا. فقلت وبالله التوفيق. لا أعلم لهذا المولد أصلا. في كتاب ولا سنة. ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة. الذين هم القدوة في الدين. المتمسكون بآثار المتقدمين. بل هو بدعة. أحدثها البطالون. يوص فيه ذيل. وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. يوص فيه ذيل. بدليل أن إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. وليسه بواجب إجماعا. ولا مندوب. ولا مندوبا لأن حقيقة المندوب ما طلبوا الشرع من غير ذنب على تركه. وهذا يعني المولد لم يأذن فيه الشرع. ولا فعلوا الصحابة. ولا التابعون. ولا العلماء المتدينون فيما علمت. وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت. ولا جائز أن يكون مباحا. لأن الابتداء في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين. فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما. وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين. والتفريقة بين حالين. وبعد ذلك زكر إن الرجل يعمل كيف كيف. وكل قال باطل. ومحرم جميع الأصناف التي ذكرها. وذكر أفعال النساء. وبعد ذلك آآ قال. هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو ربيع الأول. هو بعينه الشهر الذي توفي فيه. فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. وهذا ما علينا أن نقول. ومن الله تعالى نرجو حسن القبول. هذا كلامه عليه رحمة الله. بعد ذلك آخر حاجة قال الصوفي. قال الوهابية ديل. أول حين أن ما وهابية. دي أول حاجة. لكن قال. قال لهم عداوة مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذاب. كذاب. لأنه ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. فمحبة الرسول باتباعه. أنت الرسول صلى الله قال وحده الله. أنت بتشرك بأله. صوفي الراد علي ذا. قال غير الله بيخلي. وقال. قال الوالي ممكن يقول للشيكم فيكون. أنت بتحب الرسول؟ يا مجرم يا بليد. ده شرك. وده كفر. قال لأنه بيقول أبوي الرسول في النار. الرسول قال كده. قال لأن أبي عليه الصلاة والسلام مسلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام عم أبو لهب في النار. تبت يد أبي لهب وتب. قال تعالى في نهاية السورة سيصل أنارا ذات لهب. ده ما نقص من النبي. فلو جدت小時 نوعين في النار. ده نقص من قدره. وفيه ش تيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. كذبت الآية دي لأنه دعموا الرسول في النار. يا إما تنكر السورة دي señorت المسد. يا إما تسبت وتسبت إنه لو أحد أقارب وأرحام النبي صلى الله عليه وسلم في النار ده ما ينقص منه أنه ربنا نزل صورة كاملة أثبت فيها إنه ده أبو لاهب في النار والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار التوسل قال شرك توسل فيه ثلاثة أنواع جائزة والباقي ما يوس توسل بدعاء الرجل الصالح الحي التوسل بأعمالك أنت الصالحة التوسل بأسماء الله الحسن وصفات العلا وذكرنا هذا الكلام في غير هذا الموضع أما الصفية بنادوا غير الله بيقولوا مدد يا الكباشي مدد أغيسني يا البرهاني الديني يا البرعي والبرعي ميت والكباشي والبرهاني كلهم ميتين ده كفر ده كفر لأنه ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فده شرك وكفر ما توسل الشرك لكن الصفية بيدعوا غير الله وبيتوكلوا عليه غير الله وبيعبدوا غير الله وبيقول لك ده توسل ده ما توصل ده شرك بالله قال بعد ده يقولوا شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ما قال قبره المسجد الحرام ومسجدي هذا قال والمسجد الأخصى لكن وصلت مسجده من السنة ممكن تزور قبره وصاحبي أو بكر وعمر ما في حاجة بالكلام لكن شد الرحال هيكل شي tag لأنه الرسول قال كده فإنت صف البدعادي النبي صلى الله عليه وسلم صف الرد عليه علينا ده وشوخة طرقة صفية المعاو قال بي انتقصوا من قدر اهل البيت كذاب جب دليل قلهات برهانكم ان كنتم صديقين نحترمهم ونجلهم اهل بيت النبي من المؤمنين الصحابة الصديقين نسأل الله عز وجل نحشرنا في زمرتين قال لانه انت لو ردد على ابن تيبي ان قطع عنك نقط نقط وهو الذي به تتقوى لا نحن نتقوى بالله ربنا قال ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين لكن انت يا صوفي بليد ما بتفهم الآيات دي والرزق في السماء الرزق ما في السعودية انت بليد ربنا قال وبالسماء رزقكم وما توعدون حتى السعودية برزق الله لكن انت شنعقدت خربانة وسخانة يا صوفي يا بليد شكرا بتقول الكلام ده اسأل الله عز وجل ينشر التوحيد ويدمر الشرك ويدمر القباب والاضرحة على ايدي اناس صديقين وليس الامر فوضى اي انسانش مكسر وانما هذا واجب لمن والله الله الامر في جميع بلاد المسلمين ونسأل الله عز وجل يطهر بلاد المسلمين جميعا من الشرك ومن التصوف ومن البدع ومن جماعات الاخوان المسلمين ويجعلها بلادا سنية على منهج السنة والجماعة على منهج السلف الصالح اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجهم والى اللقاء في حلقة قادمة في الرد على كميع الترق الصوفية في دفاع معنا الشيعي الصوفي الرافض الجفري وصلى الله وسلم مبارك على نحمد ورساميه وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله خداك يا قحطان